وللمزيد حول الفساد الحكومي الذي يضرب العراق والذي يتجسد الآن في مشروع الفاو ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والبحث السياسي الدكتور حامد الصراف لن بك دكتور حامد إذا كان الاقتصاديون يؤكدون أن الانتعاش النفطي يجب أن يكون له مردوده الإيجابي على واقع المواطن العراقي السؤال هنا لماذا تتوقف المشاريع العملاقة التي من المفترض أن يكون لها مردود إيجابي على المواطن العراقي داخل بلده مساء الخير عليكم شكرا جزيلا على استضافة حياتي لكم ولجمهوركم المشاهدين الكرام الحقيقة الفساد هو الذي يلعب الدور الأساس الآن في توزيع المشاريع والموافقة من عدمها مشاريع خصوصا للكبرى لأنه الفساد أنشأ الأحزاب الفاسدة من وراءها الميليشيات ونفوذ الأجندات الخارجية أنشأ أمبراطورية كبيرة متعددة النشاطات ليس فقط التصادية وإنما طبعا نعرفها مسلحة وإعلامية ونفوذ يعني تمثيل نفوذ الخارجي أيضا لذا المشاريع الكبرى هذه تصطدم دائما بالموافقات ومع غياب الدولة طبعا نفوذ دولة وحكومة لا يوجد لها أي تأثير الآن على خصوصا المشاريع الكبرى لأنه تصطدم دائما بالتصويت وبالتخريب وبالرفض والممانعة في إقامة أي مشروع نفس مثل ما قلت الأجندات الخارجية ومثل ما تفضل تخريبكم إيران بالذات وطبعا من وراها أيضا ستأتي قضايا كثيرة يعني منها دول العربية ومنها الصين وتفاصيل كثيرة الحقيقة يعني ممكن تلخيصة فيما بعد دكتور حامد بحسب محافظة البصرة فإن مشروع مدينة أو ميناء الفاو سيوفر مئة ألف فرصة عمل في حال اكتمالها السؤال هنا لماذا هذا المشروع موقوف تقريبا منذ العام 2005 ويتواصل توقفه حتى اليوم هو هذا السبب لأنه البصرة الحقيقة ومشروعها البصرة الأولى هي مركز اقتصادي ضخم ممكن أن يتطور في المنطقة وفعلا يعم على كل موانئ المنطقة يعني في الخليج ومن مضيق هرمز إلى بحر العرب لذلك الدول المتشاطئة مع العراق الحقيقة كلها أرقلت هذا المشروع من إيران والدول العربية ودول الخليج وغيرها لا يصرف لها لا يروق لها أن تجد الفاو أو مشروع الفاو الكبير الحقيقة يهيمن على حركة الملاحة وفيما بعد وهذا هو العصب الأساسي ما يسمون نهر الجاف اللي هي السكك الحديد التي تربط الميناء في شمال العراق ومن ثم أما إلى سوريا وإلى ميناء بانياس أو فيما بعد إلى تركيا أو أبر تركيا إلى البحر المتوسط هذه الحقيقة ما يسمى بطريق الحرير اللي تطمح إلى الدول الكبرى والصين الآن تخطط بشكل جدي إلى أن تعيد النشاط إلى هذا الخط لكن دكتور حامد هناك مراقبون يعني يرجعون أهم أسباب عرقلة مشروع ميناء الفاو إلى الفساد والصراع الحزبي الموجود داخل العراق وقد تحدثت عن الأسباب الخارجية قبل قليل السؤال هنا ما أوجه هذا الفساد وهل يصل حد الصراع أن يتوقف مشروع قومي مهم كهذا من أجل مكاسب شخصية بين حزب معين أو جهة داخلية معينة وجهة أخرى الميليشيات الولائية تعتاش على المنافذ الحدودية برمتها ولا نستغرب إذا شفنا معظم المطارات ومنها مطار بغداد وميناء الفاو والموانئ الجنوب والمنافذ الحدودية الأخرى معظمها تسيطر عليها ميليشيات وفصائل مسلحة وريعها يكون لتمويل هذه الميليشيات وبالتأكيد أيضا علاقة بالأجندة الخارجية يعني شفنا أنه حقيقة الموانئ منذ السقوط منذ 2003 ولغاية الآن الأرصفة الموجودة في بعض الموانئ يعني ليس فقط في ميناء الفاو وإنما في ميناء أبو فلوس وفي ميناء الصغيرة الحقيقة الأخرى هذه هي أرصفتها أيضا تقسم توزع على الميليشيات يعني هناك محاصصة فيما بين هذه الميليشيات والأحزاب الولائية لتقاسم الواردات هذه الموانئ بشكل يعني إذا كان أبر بيء أيضا حتى يعني تهريب النفط أيضا من الجنوب خصوصا من البصرة فهذه القضية قضية اقتصادية زائدا أنه نقلنا الفساد الحقيقة يعني ورد في تقرير النيورج تايم هذه قضية جوهرية وكتب روبرت وورت هذه أكثر من 20 مفصل من المفاصل الاقتصادية تفهم عليها الحقيقة الميليشيات والأحزاب الولائية خدمة للأجندات الخارجية وليس لمصطحة العراق هذا هو البيت القصيد في كل الموضوع طيب إذا كان الفساد هو من يقف عائقا أمام إتمام المشروع أين إذن الأجهزة الرقابية ووعود الكاظمي ومن سبقوه بملاحقة الفاسدين ومحاربة الفساد أين ذهبت هذه الوعود باعتقادكم؟ ما ذهبت أدراج الرياح بالتأكيد لأنه لا يمكن للكاظمي ولا غير الكاظمي أن يسيطر أو يكبح جماح الميليشيات التي أتت به للسلطة من أتى بالمالك إلى رئاسة الوزراء؟ ما هي الميليشيات نفسها؟ وهي حكومة أصلا حكومة ميليشيائية ومجلس النواب يهيمن عليه فصائل مسلح المنحل السابق لذلك المعركة الآن ليست موضوعنا معركة الانتخابات ونتائج الانتخابات ومخرجاتها الحقيقة هي بغضر الهيمنة استمرار هيمنة هذه الميليشيات على الحكومة وعلى مجلس النواب فلذلك الكاظمي لا يستطيع ولا كان قبل عاد العبد المهدي ولا العبادي أن يكبح جماح هذه الميليشيات في الهيمنة على كل المنافذ الحدودية من ضمن استكمال ميناء الفاول التي تعطل أكثر من 15 سنة لغاية الآن هذا هو الميت الخصيح دكتور حامد بحسب ما يتوفر لديكم من معلومات وبحسب تحليلاتكم الشخصية أيضا ليتك تحدثنا عن الدور الذي تلعبه إيران فيما يتعلق بتعطيل هذا المشروع الضخم ميناء الفاوة في البصرة وما مكاسبها الشخصية من ذلك مكاسب إيران إيران الحقيقة أدرجة ضمن خط بديل لطريق الحرير يعني هو كان معول أنه ميناء الفاوة إذا استكمل ويصبح من أكبر الموانئ في المنطقة معناها أنه الحقيقة يصبح رابط بين إذا كان هناك أيضا خطوط سكك حديدية إلى شمال العراق وإلى الغرب الحقيقة يصبح هذا طريق جزء مهم ستراتيجي من طريق الحرير الصين وغيرها الحقيقة من دول جنوب شرق آسيا الحقيقة تستثمر بشكل جيد لكن إيران الحقيقة تقف بالضد من هذا المشروع لأنه تريد أيضا هي تكون المستفيدة الأول من هذا العمل خصوصا أن اتفاقياتها مع الصين التي أبرمت تقريبا بـ 450 مليار دولار لعادة أعمار ومد الخطوط عبر إيران الحقيقة كانت هذه النقطة المهمة جدا التي حفزت إيران أن تكون هو اللاعب الأساسي في المنطقة لذلك وضع العراق يصبح ثانويا وطبعا إلهي ولائيين في داخل العراق ينفذون هذه الخطة يعني هذه المصيبة الكبرى الحقيقة في العراق الآن لا تجد من يعمل لصالح العراق حتى من ممثلي هذه الأعزاب الولائية والميليشيات ومن يسمون نفسهم هم قادة دولة ما يسمى الدولة العراقية الحديثة للأسف الشديد الأكاديمي والبحثة السياسية دكتور حامد الصراف كنت معنا عبر سكايب شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر